السلام عليكم ورحبا باصدقاء المبدعين محمكم خولة واليوم مع صفحة سكراب بوكين جديدة طبعا بديت بهذه الصورة قصيتها شوي لاني حسيت ان شوي الصورة مايلة طبعا هذي الصورة عائلية خلينا واحدة من الموجودين في المكان اتصورنا فكرة الصفحة هذي اليوم اني ما رح استخدم اوراق المزخرفة راستخدم الوان مائية والواشي تيبز طبعا استخدموا اي شي موجود عندكم وطبعا الورقة اللي دايما استخدمها 12 في 12 انش من امريكان كرافت اللي دايما استخدمها كاساس اللي شغلي في البداية طبعا راح اشوف الالوان الموجودة في الصورة راح حاول اني اخذ اللون الوردي الموجود شوي على الملابس مزون ورح اضيفها بكمية اكبر في الصفحة ومن بعدها راح اضيف ازرق واصفر لانهم شوي متناسقين مع بعض طبعا راح احطب طريقة عائلية لان الصورة طلعت عندي بالطول لاني قصيت شوي منها طبعا حاولوا تستخدموا يعني تسوي لوحتكم او صفحتكم بالطريقة اللي تحبوها اللي تلقم مع الصورة اللي عندكم وبلازم تكون صورة قياس 4 في 6 انش عادي يستخدموا اي حجم خلوا مخيلتكم شوي واسعة جربوا وحاولوا هذا طبعا ينشط ينشطنا وينشط ذاكرتنا وافكارنا وطبعا التحدي احلى شي طبعا انا دائما نحط الصورة اشوف وين المكان اللي راح يبين في من الاطراف ولا لا وشو ممكن اضيف زيادة طبعا على حسب حجم الصورة اللي عندي وهذا طبعا اللي في الوسط انا تمنيت اني رفعتها شوي زيادة ومن بعدها حطيت على الزاوية اساس انه ما يكون فاضي بزيادة الحين راح اضيف الواشي تيبز راح احاول اني استخدم الالوان قريبة من الصورة كذلك اه في بعض الواشي تيبز ممبينين في التصوير بس في الواقع مبينين نفس الاصفرين اللي اضفتهم الحين راح احط طبعا انا عندي الواشي تيبز في احجام في منهم ضعاف في منهم كبار الواشي تيبز طبعا تحصوهم الحين ما شاء الله في كل مكان تحصوهم مكتبة جرير ودايسو واي محل طبعا قريب منكم حتى المكتبات الحين توفرهم طبعا باشكال والوان مختلفة في بعض الواشي تيبز يكون وايد خفيف في بعض شوي قوي في بعضا يحتاج ان تستخدموا اللصق عشان يعني تلصقوا شوي طبعا انا حاول اني استخدم هالفترة الواشي تيبز وايد لانه في منهم عندي من فترة طويلة وبادي اللصق يخفوا ويخترب فحاولني دايما اني استخدم القديم قبل اليديد وحاول استخدمهم في كذا مشاريعي وبعد ما شاء الله مزول ما تكسر يعني تحب تستخدم تستخدمهم وتسوي فيهم اشياءها تلصق في دفاترها طبعا اسمحولي ان الجزء السفلي من اللوحة ممبين ما كنت منتبهن طبعا الحين راح استخدم الفكرتي القبلية اني راح استخدم اوراق مزول اللمشة خبط عليهم وعقتهم فانا احتفظ فيهم وقصتهم على اصار من حجم الصورة بشوي كذا طبقه ولا حنصقهم ورا الصورة فراح يعطيني ارتفاع للصورة بدون ما استخدم التاب اللي فيه فوم هو اللاصق اللي فيه فوم طبعا هذا بطريقة يعني اوفر واني استخدم المفروضين عليك بس ياخذ وقت اطول طبعا لاني راح الصق ورقة ورقة طبعا هني بعد ما حطيت الواشي تيبس كامل واعتمدت الشكل راح اضيف الصورة وطلعت لي مجموعة من الحروف اللي راح استخدمهم طبعا اكتشفت انا الحروف اللي تكون الوانهم مختلفة نفس هذا الموجود على جهة اليسار ما وايد حبيتهم حسيت اني احب اللي يكون لونهم واحد احب الكلمة تكون كلها لون واحد وشكل واحد بس بما ان الحين خلاص موجود عندي راح استخدمهم طبعا انا نيبت قطع البلاستيكية كالعادة ورح احطه اكتب العبارتي وحطه طبعا انا حاول اختار الحروف اللي تكون اشكالهم متقاربة وطبعا لاني هذي القدام فجزء منهم يعني تبطل فحاولت اني اللصق وكالعادة استخدم الجلوسي اكسنت كالصق لانه مشكلة كمية كبيرة وطبعا راح ادور اول شي راح اشوف المكان المناسب لها طبعا هذي الحركة وايدة تساعدني عشان اشوف المكان والحجم المناسب للعبارة احسن مني اني نصق على طول طبعا بعد ما نعتمد المكان راح انصق او من بعدها راح اضيف العناصر الثانية مثل الاستكارات الانيمول دوتس والقلوب والاشياء اللي انا اريد اضيفها طبعا انا مكتوب لهذا المجموعة الاستكارات فيها فاميلي فكتبتها بفاميلي وطبعا حطيتها في مكانها وهذا كان نهاية الفيديو لليوم اتمنى انكم استفدتوا واستمتعتوا ولا تنسوان الاشتراك واللايك عشان تساعدوني اني دائما اضيف لكم محتوى مفيد وباستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته